الخير والجمال النهاردة الحركات النهاردة كل يوم أكلة ومعيا فيفا والحركات زك يا شهيرة صباح الفول كل سنة وكلنا طيب أيام أعيد لبسي تراتير ماري كريسماس يا رب يعود علينا الأيام ذي كلها بخير احنا في نهاية السنة عندنا كريسماس وعندنا نيو يير رأس السنة وعندنا عياد الملد كمان السنة بتخلص الحمد لله وشكرا على كل يوم عادة فيها بحلوها بوحشها رغم أنها أخدت حاجات كتير أويف وشها وتقريبا كل بيت فقد عزيز عليه ولكن هي مستمرة وإحنا مستمرين وبنأمل سنة جاية إن شاء الله تكون أحسن يا رب إن شاء الله بصراحة السنة دي على قد ما هي كانت مش قد كده طبعا يعني بس الحمد لله زي ما قلنا إن إحنا لازم نشكر ربنا على كل حاجة لكن هي ادتنا دروس اه طبعا ادتنا حكم خلتنا كده في نحمد ربنا على الحاجات العادية اللي كانت في حياتنا بالضبط أنا مثلا مش بس الحاجات اللي ربنا بيهبها لنا الكبيرة أو اللي بنحس بيها أنه واو لأ نحمد ربنا فعلا الحاجات العادية أنت عارفة إحنا أنا بقيت نشكر ربنا إن كان في جراسين في حياتنا احنا مش حاسين بيها ميكروبات عايشين معيها ومتعايشين دي كانت نعمة كبيرة فعلا يعني بقيت إحنا إحنا رجعنا نشكر ربنا على كل حاجة في حياتنا ما بقيناش نعتد النعم زي زمان اللي هو نسحة والنام معادي يعني لأ ده كان دلوقتي اتعلمنا إن إحنا نقوم من النوم دي نعمة كبيرة ننام في بيوتنا دي نعمة كبيرة مش في السرير في المستشفى دي نعمة كبيرة فأنا بالنسبة لي أخدت درس كبير قوي قوي السنة دي عرفت معنا البيت عرفت معنا الأهل عرفت معنا الصحة اللي هي أهم من كنوز الدنيا كلها عايزيتكوا بقى أنتوا كمان تشاركوني أنا وشهيرة تقولون حكمة السنة عشرين عشرين خرجتوا بيها بإيه خرجتوا بيها بيها شهيرة بصراحة الصبر اتعلمت فيها الصبر والله إيه فعلا يعني تعلمت فيها الصبر لإني أنا السنة دي برضو مرت علي حاجات كتيرة قوي ظروف كتيرة وكده فتعلمت فيها إزاي أصبر إزاي أتحمل الواجع الألم بصبر إزاي كمان أحمد ربنا على وجودي في استولادي وعلى وجودهم معايا أحمد ربنا على وجود أهلي أمي وأبوي يعني ربنا يخلينا طبعا هي سنة أهم حكمة تلعت بيها هو الصبر دي حقيقي عايزين أنتوا كمان بقى تشاركون وتقول لنا إيه الحكمة اللي حرفت بيها من عشرين عشرين وزي ما أنتوا شايفين الصفرة النهاردة يعني كريسماس على الآخر أنا هنا من الصبح هنعمل النهاردة أكلتين أكلتين عزومات يعني هي معروفة أن هي بتتعامل في المناسبات خصوصا مناسبات الكريسماس أو النيو يير أو أعياد الميلاد أنا هعملها النهاردة علشان هي سهلة جدا هو يباني أنه هو الطبق رهيب وسأعزي أقول لكم أنه هو ما فيش أسهل منه أي واحدة ما تعرفش تدخل مطبخ أي واحد ما يعرفش يدخل مطبخ هينفزه بطريقة سهلة جدا مش حسين خالص يعني الحاجة الصعبة تحسسيني أنها لا سهلة تخلص في عشر دقايق ربع ساعة هستأذنك قبل ما نبدأ عايزين نفكر الناس بس بالتردد القناة 10 11 842 أفقي نبدأ بقى بسرعة لأنه خلاص إحنا فضلنا أيام معدودة والتردد الأديم يقفل ونبدأ على التردد الجديد 11 842 أفقي 11 842 أفقي أنا حفزتها خلاص فزي ما بقول لكم بقى هنعمل النهاردة طبق لحمة تريبيانكو أو لحمة بردة هو زي ما بقول لكم طبق عظمية ولكني هنعمله بطريقة سهلة جدا مش هنقف أكتر من عشر دقيق في المطبخ وبعدين نسيبه بقى هو مع نفسه يستويه بقى هنقول لكم زي نسويه علشان نعمل الطبق العظيم اللي انتو شايفينه ده وصفرة يعني دي حاجة بسيطة من صفرة أكيد كبيرة ولكن ده طبق رئيسي علشان نعمله بقى محتاجين ايه؟ محتاجين معارق لحمة تريبيانكو مش فلتو خلوا بالك عشان هولوك الفرق بصلة فصوص طوم تلاتة اربعة زي ما انتو عايزين زعتر روزميري سبع بهارات معلقة كبيرة عسل اسود ربع كبية خل ملح وفلفل اسود جسط طيب طوم باودر بصل باودر ومعلقة صلصة تمام اوكي طيب اول حاجة انا رحت للراجل قلت له ايه حلو كده انا عايزة واحد عارق تريبيانكو هو كان كبير بصراحة اسمته على اتنين واشتغلت بواحد اهو عندنا والتاني ده اوكي تريبيانكو هو اللي بتعمل بيه اللحمة البردة الفلتو حرام يتعمل بيه اللحمة البردة لان الفلتو لحمة حلوة وطرية جدا دي اتقن على النار خلاص فانا هستخدم بصراحة عارق الايه التريبيانكو علشان اعمل بقى خلطة تدي له طعم جدا ويبقى ويبقى حلوة قوي قوي مرسي يا فندم والله علشان يطلع حلوة قوي هنحط التدبيلة دي اللي هي ايه في كبة بكي ركزوا معي بقى علشان هو سهل جدا جدا بس ايه محتاج تكنيكو خلاص بصل هنحط عليه التوم وبعدين هنحط بقى البهرات اللي عندي العظيمة اللي هي بتدي طعم ام مريم يا ام مريم ازاي 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 عاملة ايه الحمد لله انت عاملة ايه كل سنة بحب كل وصفاتك وبحب كل اكلاتك والله ايه وانا بحبك حبيبتي يا ام مريم ربنا يخليك كل سنة وكلنا طيبين ومنوراني والله وحضرتك طيبة ونسبة الكريموس وعيد المجيد حبيبتي وكلنا طيبين يا رب يتعادى على مصر يا رب والعالم كله بخير يا رب يا رب اللهم امين امين يا رب قوليلي ايه الحكمة دي تلاتي بيها من عشرين وعشرين الصبر زي شهيرة زي شهيرة زي شهيرة حقيقي كلنا تعلمنا الصبر وتعلمنا ان احنا يعني لا يعني اللي هو اللي في ادينا احسن من اللي جاي ده حقيقي ده حقيقي يا رب يا رب يا رب يا حبيبتي نورتيني يا ام مريم بجد نورتيني احنا تقريبا حطينا كل التوابل العسل الاسود عسل اسود ايوه بقى بصي بقى كل اللي انتباني عارف اني مجنونة عسل اسود اه في الحاجات اللحوم بقى اللي بتدخل الفرن والفراغ عارفين كده اه يعني ام تباني على فيفا او بيفيان فريد هيعرف ان انا لا يعني مهوسة عسل اسود طب نرك انده هنا امم اوكي بصي انا دلوقتي حطيت ايه كبة حطيت توم حطيت بصل حطيت بهارات سبع بهارات حطيت جسط الطيب حطيت توم بودر بصل بودر هحط بقى فلفل اسود وملح امم اوكي فلفل اسود وملح نروح لجزار نقول عرق تريبيانكو ايوه هو الجزار على طول بيقطعهالي صح؟ اه اه بيبقى مجهزه اه طبعا اوكي وابعدين هنحط بقى ايه عندي الروزميري والزعتر الروزميري والزعتر اه جاف عندي او اه فرش هيبقى حلو جدا اوكي والخل احنا معنا شيمو انا حطيت الخل هلو شيمو ايوه جميل ازيك يا امر عملا ايه؟ ازيك يا روح قلبي عملا ايه؟ اقول ليليا شيمو. نعم. ايه اللي حركت بيه من عشرين عشرين؟ نعم. ايه اللي خركت بيه من عشرين عشرين؟ قد ما كانت سنة صعبة. ايه اللي اخدتي ايه الحكمة اللي طلعت بيها؟ والله يعني ايه انا استعودت ربنا في حاجات كتير وقلت ان شاء الله نسخل السنة دي بحاجة جديدة بتدولات مثلا افرح فيهم بحاجات تانية. امين يا رب. ربنا يفرحك بيهم يا حبيبتي منورتين. شيمو ايه ايه الاكلة اللي تحبي فيفا تعملها لك? والله بصي هاي مش حرمانة من اي حاجة. حياتي. يعني هي عملت بالبساميل انا ما كنتش بحبها عمالتها بطرعتها ممتازة. قلتلكو تحدي. فاكرة? لما قلتلكو. طب انا هقول لك على حاجة ايه رائيك? قلتلكو تحدي هتعملوها ومش بتحبوها? هتحبوها. والولادة عندي بيحبوا ان جميلتكو بتاعك ان شاورنا. على فكرة عملت الفطاري السوركي طحفة. حاببتي. الفطاطة. كل حاجة جميلة جزا. ومكرونة بيزا. تسلم ايدك وبالفة هانا وشفا. ودايما عامل يا حاببتي تسلم ايدك. تعمل لنا الكوسب بشاميل بقى. اه. 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 تعمل لنا هنا. بصي بقى هنضرب. ده كله. خلاص. بعد ما هضربو. دي بقى الخلطة استني ده لسه في ايه? لسه في حتة. اه حتة بصل اياك. بصل اياك. مش عايزة اقولي البصل. الزعصر الجاف. رزماني الجاف. التوم. ثم بودر. بصل بودر. ثم باهرات. مالك. والفلسة. وملح وفنفل. والعسل اسويد. بصي الطبق ده زي ما بقولك على قد ما هو طبق يبين بقى التعوزمات اللي هون مش اي حد يعملو. لا لا خالص. بصي بقى دلوقتي انا هالبس بس ايه? الجلاوز. اه. ويه? هقول لكم بقى انا اعمل ايه? المفروض. المفروض. ان انا العرق ده اروح واخدار. حطه في الخلطة دي. ومدخلاه التلاجة مش اقل من خمس ست سبعة ساعات. بيتوه طول الليل في التلاجة. اه. اوكي. اوكي? مهم جدا. بس عشان انا الهواء وده اللي انا عملته ببارح على فكرة. يعني انا الهواء اللي بجيبين سويه انا في الجاهز. اه. اه. انا نبيته في من بالليل للصبح يكون افضل. اعملها من بالليل لحد تاني يوم. طبعا. حد معاد بقى ما هطبخها. طبعا. معينا سهير. يا سهير. ايه يا حبيبتي ازاي? يا سوسو. مبروك. يا سوسو مقاتي. اللي على الستايل الجنين. حبيبتي يا سوسو. صادقتي والغلية يا سوسو عاملة ايه? انت لصادقتي حبيبتي. حبيبتي عاملة ايه. علاقتنا البعض من الزمان جدا. طبعا. وانا بحبك جدا جدا. انا اللي بموت فيك يا حبيبتي. دايما يعني فخرة بيكي. حبيبتي والله. انا اللي فخرة بيكي سهير يا جماعة فنانة بترسم الرسم اكتشفت نفسها مش عايز اقولك بعد ماولادها طلعت عندها موهبة رسمة عظيمة. لا والله. بتعمل بقى. لا يا حبيبته وده حلو قوي. اكتشفتي بعدين ده حلو جدا. بصي بقى سوهير دي بالنسبة اللي كانت مثل اللي هي بقى ما استسلمتش ان هي جوزت وخليفتنا بتشتغلش لا. فجأة اكتشفني بتعرف ترسم حلو قوي قوي. راحت اخدت كورسات وعمل ديبلومة وبترسم دلوقتي لوح عظيمة. والله. اه والله. حاببتي يا سوهير نوارتين يا حاببتي. كل سلامت يا طيبة. بصوا بقى بعد ما ايه شايفين كده. اهو. احطوا كده. اهو. ميش. بصوا بقى بعد ما. المفروض ان انا قلتلكو ان انا حبيته في التليجة. في كيس بقى. يبقى ده في كيس ليه علشان الكيس بيخلي كل حاجة. اه بيلف كده الحاجة. مش طاجن فيبقى حتة مش متبلة وحتة متبلة لأ. انا دلوقتي دي عندي اه اه او حاجة تفال او مثلا كاس ايرون تبقى حلوة جدا في الحاجات دي. هروح حطى عليها زيت زتون. تبقى سخنة جدا. اوكي. وزبدة. وزبدة. اه. طب ليه زيت زتون ليه مش زيت عبات شمس مسلا او كده. لا بصي الزيت الزتوني مع الزبدة والدخن بتاعته بتدي للحوم طعم تاني. هم. طعم حلو قوي. شايفة دي بقى دي ايه. اللي لازم استخدمها دلوقتي. تاني. بصي بقى واروح من الزلده كده. ياخد لون من كل الجوانب. اه. لازم تكون سخنة. سخنة قوي. لازم تاخد لون من كل الجوانب. ليه بقى? اللون دي اولا هو لون طبعا وحاجة حلو قوي. بس علشان الحاجة تبقى طرية وتبقى سنشفة. انا لو سويته من غير ما اديله اللفة في الزيت والسمنة والحركات دي. وهيبقى المسامات بتاعته مفتوحة. هم. فهيطلع كل العسارة اللي فيه. مش هتحس انه هو بتاكله حاجة كده ايه? دايبة. اه. لأ هتحسن ان تاكله كويتش. رحميني. يا مارسيل. يا مارسيل. يا مارسيل. الو. الو يا مارسيل. ايه يا مارسيل. ايه حبيبتي. شهيرة جميلة ومنورة ومع الشيف. الله يخليك. شيف الفراشة بتاعيكنا. ايه. ازاك يا مارسيل عاملة ايه? اهلا اهلا شيفة. شرف لي الناس مع صوتك يا جميلة. يا حبيبتي ده شرف لي انا والله والله اهلا فعلا. بج Bros فراشة الا الطعام كله. يا حبيبتي. فراشة التن كله. واكلك الجميل وطلتيك الحلوة. يا حبيبتي. عايز اقولي الرئة والشاكة مطبخك وجمالك والقوتي. ربنا يخليك والله كلك زروا واي دعيونك الحلوة. ربنا يعليك. حبيبي. ان عايز اقوله انه انه برضو لما حد قالك الكوسة انا العمري ما بكلها. ايه. على فكرة انا تاتا بس عمري ما بعمل الكوسة ولا كنها بس العل versesها من ايدك. يا حبيبتي. والله ده ده شرف لي يا كبير قوي 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 والله يا مدام مرسيل انت جميلة انت فين من زمان تعالي نواري التلفزيون وتعالي نواري السن وكله يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليك يا ربنا يخليك النهار تبقى بنعمل عائل اتر بيانكو يا مرسيل اه اه ده جميل انا شايفة اي جنن انا بعمله فعلا بس هي رائعة و جميلة هي حبيبتنا بس في المطبخ احنا كبرنا وخلاص ذهقنا اللي ما بتبي اطلع منه زيفيان تدخلني فيه تاني والله ده يعني شهد عتزي بيها قوليلي يا مدام مرسيل ايه الحكمة طبعا انت اكيد يعني ربنا اتزيك الصحة والحكمة بس اكيد عشان عشان ثابت فيك حاجة اتعلمتها اه ثابت حاجات كتير اه طبعا كل ده سألت الصبر دي حاجة جميلة قوي بس ثابت فيا فيا ان انا لما انعزمت عن العالم ها الثابت ادور على الناس اللي هي محتاجة كلمة ومحتاجة طلوة ومحتاجة طبطبي ومحتاجة احتواء الثابت اطلع كل الارقام والناس بصورها اه ثيان صحابي جراني من هنا من هنا اكلم كل الناس اه حسيت ان انا طلعتهم من اللي هم فيه وبعدين بقيتها طبطب عليهم ونتسلم الله ونقول يا جماعة ماشي لو حتى الدنيا برة اتقفلت علينا لكن ربنا عاوز مننا حاجة نستح قلوبنا وندعي ونصليله من مكاننا يا رب كلنا ندعي يا رب ان هو فعلا فعلا يزيح الغمة دي ويعيد علينا الايام احنا خلاص يا امتالي تعلمنا اه خلاص تعلمنا اه احنا تعلمنا تعودنا كمين مرسي يا مادم مرسيل والله نورتني كل سنة وانت طيبة اه فيفا انت يعقلت لنا اللحمة كلها اه بصوا خدت لوني ازاي تمام ادي الطاجن عندي هروح حط عليه بقى ايه الحاجات دي ايوان بس كده مش هعمل تاني وبعدين لما نرجع بقى من الفاصل انا هحط كل الخضار بس مش هحطه في الفرن قبل ما ايه ما تجولي وهستنيكوا بعد الفاصل هتش عمل ايه حاجة قبل ما تسيجو حطيت كل الخضار اللي عندي بصل جزر كراف سعدين اوكي ويه كوسة دي من عندي بصراحة ما بتحطلاش كوسة بس انا محب احط الكوسة الطاجن ده انا ممكن في قلب حاجة زي كده اسيبه ساعة على النار ساعة على النار بكل حاجة فيه بخضار كل حاجة وبعدين ادخل الفرن او اروح اعمليه كده ومغطيه بورق زبدة وعليه ورق فايل ودخل الفرن تقريبا مش اقل من ساعة ونص وبعدين اكشف الحاجات دي كلها وهياخد لون كمان خلاص ده كده وبعدين هطلعه اسيبه يبرد خالص خالص وبعدين بسكينة حامية قوي 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 يا اما سكينة قهربائية وقطعه التقطيع اللي انتو شايفين هدي تمام كده اروح اخد ده بقى وحطه في الفرن طيب هنعمل الرز ايه رأيك يا شهيرة في التقطيع يلا حلوة جدا طيب قبل ما نعمل الرز انا هعمل صاص بني هحطه هنا مرضيتش اعمله غير اعمله معاكم عارفين احنا بنروح اي مطعم او بنأكل برا بنلاقي صاص بني كده طعمه حلو قوي عايز اقولكم ان فكرته بسيطة جدا نفس الوك اللي احنا حمرنا فيها اللحمة وزبطنا فيها اللحمة دي منخليها هي هي ومنحط كمان عليها كتعة زبدة اوكي واي اهو شايفين كده وهنا عندي كباية لبن او اتنين تلاتة زي ما احنا عايزين ده السوس ده ده وبرا عن ايه ده سوس بوني او ديني جلاس او هو اسمه سوس بوني او ديني جلاس ده هحط منه ايه معلقة كده ده بنجيبه منين ديفي يا ميادة بنجيبه منين مساء النور يا ميادة بايك يا احلى شيء في الدنيا عاملة ايه يا حبيبتي احلى ميادة في الدنيا انا الحمد لله انا بعشقك بجد يعني انت شطرة جدا وزوق قوي 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 والله يا حبيبتي ده بس من زوقك انت يا حبيبتي اهلا بيك والله بجد بتعلم منك يعني كل حاجة كل حاجة بعملها اللي بتعلم منك والله يا ميادة ربنا يخليك يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة وكلنا خيرين وحفظتي بطيبة يا رب ربنا ان شاء الله يبعد عنينا المرض كلنا جمعين يا رب وسنة جاية ان شاء الله كلنا امل انها تكون ان شاء الله احسن من عشرين عشرين قوليلي بق ايه هنا ثلاثة بيه من عشرين عشرين ايه اللي تعلمتي سنة دي علمت فينا كلنا فينا الحمد لله هو كل خير يا ربنا يشفي ابني اهم حاجة وربنا يشفي كل مريض يا رب حبيبتي يا رب يطمنك عليه يا حبيبتي يفرحك بيه نورتيني يا حبيبتي ربنا يفرح قلبك يا رب زي ما انت مفرحة يا حبيبتي ربنا يخليك والله ده انتوا مفرحيني بكلامك ربنا يشفي لك ابنك يا رب يا ميادة بصوا انا كل اللي عملته حطيت زبدة حطيت فيه معلقتين ديمي جلاس او سوس بوني بتقولي يا شهيرة جبنا كريمي جبنا كريمي مسلسات مكعبات أي حاجة مشي الطعم ده بيخليه كريمي قوي 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 تمام بس كده هروح بقى هسيبه يغلي شوية واروح جايبة هجيبه هنا على النار دي يغلي شوية بس كده والحاجة تسيح اوكي هقول لكم بعد الوقتي مقادير الرز اقول لكم مقادير السوس تاني علشان ايه علشان انا عملته من غير ما اقول مقادير ووصوا يا جميع مقادير السوس البوني الزبدة فلفل سوت حصى بس لو مش موجود مش مشكلة لما لاتهوش ماشي اتنين كباية لبن جبنا كريمي مكعبات او اي حاجة زي ما قلتلكم مسلسات اتنين تلات معالق سوس البوني او اللي هو بنقول عليه ديمي جلاس وي الجبنة اللي انا قلتلكو عليها وطبعا الزبدة خلاص كده هو ده طيب ايه تاني هحطه بصوا بقا انا سوت ده بينزل من العرق التريبيانكو سوس من الخضار والحاجات دي كلها السوس ده باخد منه حبة واروح اتطهن بيدي بقا الطعم مش عايز اقولك يا شهيرة معايا عمل ازاي اهو بصوا خلاص كده باش ده بقا بحطه عند التقديم يعني ابقى مجهزة كله تمام وعند التقديم اروح صباه في الطبق الحلو ده على البلانشة اللي انا عاملها دي دلوقتي انا هامل الرز انا بحب اقدم مع اللحمة بالشكل ده بحب اقدم معها رز بسيط جدا جدا ولكن طعمه بيكون حلو قوي مقدير الرز هقولك عليها وبعدين نشتغل فيها مقدير الرز ايه عندي اربع كبايات رز بسمتي كيس خضار مشكل مجمد فيه اي حاجة اي خضار ملح فلفل اسود اربع كبايات مية زب دا زيت ويه كمان فلفل اسود وحبهان بودرة طيب هعمل ايه اول حاجة هنا انا عندي الحل اه فين اه هنا تعالوا نجيب المقادير عندنا هنا اول حاجة هحطها الزيت الاول اوكي وبعدين هنحط الزبدة ننزل عندي هنا بالزبدة بتعملي الرز ايه بقى جنب اللحم يا شهيرة ولا ما بيبقى ابيض برض غالب بيبقى ابيض اه برضو انا كمان بحب قوي الابيض اه بصوا بقى انا حطيت الملح وال الا سوري الزيت والزبدة وبعدين هحط ايه الخضار اللي عندي احب خضار مشكل يعني عادي جدا اه بحب قوي يا جماعة اقلب الى خضار في الزبدة وخط عليه رشة فلفل اسود ورشة ملح تمام كده تمام وبعدين قعد اقلبه اقلبه اصلا ريحته في الزبدة بتطلع يعني الخضار اول ما بنقلبه كده في الزبدة بنلاقي ليه ريحة حلوة قوية وكمان الخضار بيستوي معنا وبياخد سوى الرز بالزبدة يعني هي الفكرة ان انا بحط كده معنا فريد يا فريد يا استاذ فريد ده بابا ماقول يا ميزون تقوليني معنا فريد كده ده فريد اه مش مش كده مش مش كده ده فريد يا ميزون حبيبي يا بابا ازيك يا حبيبي إذا انتم اللي اللي حبيبي يا حبيبي شهي يا حبيبي انا مش عارف بناتي الاثنين منشايد حبيبي والزال منوارين قنات اثنين العالمية ده نورك ربنا يخليك يا حبيبي بيتوقت تعمل لكم الاكل يا استاذ فريد بقى على طول طبعا هي تخصص الاكل طبعا 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 اه طبعا بتحب منها ايه يا استاذ فريد انا اللحمة البردة حبيبي بابا بقى اللي معللني حب الخضار بجد يعني بابا اه اكتر حاجة يعني بيعملها ان هو خضار يجيب خضار 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 ماما ده انا هاخسل كل ده سعب يا بابا بيتامينات شرفتنا يا بابا ربنا يخليك لينا وكل سنة وانت طيب يا حبيبي ودايما بنوارين قناة وانا اشفر كل القائمين عليها يا رب يوفقوا وكلكم تبقوا القناة العالمية على مساء العالم حبيبي يا بابا بدعاك يا حبيبي ربنا يخليك بتعاك ومحبتك يا رب وربنا يمدي ايده وابد ايديك حبيبي يا بابا ربنا يخليك نوارتني يا بابا سلمي على ماما الله الله شارك كتير قوي ربنا يخليك لينا يا رب فري فري يا ميسول تقوليني فري على ترى ربنا يخليك يا بابا بصة انا عملت ايه عشان هو بابا بيكلمني انا بكل اللي حطيته بعد الخضار ملح وفي الفلسود بودرة حبهان ويتبقى حلوة جدا 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 بودرة الحبهان هنا في الرز ده وبعدين حطيت الرز وحطيت الميا بحط الميا لما باجي عمله بالخضار اقل من اي اه خضار بينزل ميا فهنا اربع كباية رز يبقى اربع كباية ميا بالزبط ما بحطش اليها كباية ونص بقاية هيستوي وهيبقى طحفة خلاص كده خلصنا عملنا ايه عملنا طبقين عملنا تريبيانكو اه من 20 دقيقة ايوة ومخدنش وقت ودخلنا الفر خلاص وهيطلع طعم رائع بياخد وقت ايه في الفرد ساعة ونص يا اما ساعة للبتجاز ونص في الفرد زي ما انا قلتلكم يا اما ساعة ونص متغطي وبعدين اكشفه ياخد بس لون والصاص اللي هينزل منه اهو بص الخضار بتاع العر اللي انا حطاه العر اتريبيانكو ده الخضار بتاعه بس ارفزه بايه بحطه هنا في النص وحط ايه الرز حوالي والصاص بتاعي الحلو ده بعد خلاص مداب وبقى جميل هروح عملا ايه اوكي هروح بقى وقت ده كده وحتى بقى هنا ايه ستاني بس كده نتظبط الدنيا هنا اروح جايبة بقى دي وغرفة هنا اهي السوس اه السوس ده بقى ينزل سيها بس الايه اللي جبنا لسه عايزة تضوب شوية بس عشان هم استعجلين معلش عشان الوقت بقى وكده ندوبوها انتم انا عارفة انتم شاطين وحتعملوها حلوة قوي مش عايزة اقول لك بقى السوس ده وهمي طح يتشرب لوحده اصلا هتجربيها اه هقول لك على حاجة احنا نجيب معلقة ونعمل ايه بقى نجيب بقى السوس الحلو ده ونحطه على بصوا بقى شايفين بصوا بقى نروح حاطين كده يا يا بقى مش عايزة اقول لك عالطعم نشربه بقى كده بيبقى طعمه حكاية اكيد اه لا هو رحته بينة اه شاما رحته رحته حلوة بصي ممكن اخد بقى من السوس ده كميل عالرز كميل ايه رأيك بقى مستر طلعت كده ايه خدمة وروح ايه حاطة كده بس شوية علشان يا اه بس عملنا صنفين من صفرة الكريسماس الرأس السنة العيد مش اي حاجة عايزة تعملي عاشها حلو كده شايفين الحرقات بقى ميري كريسماس ومش عارفين والزين صفرة جهزة واللا والتوك حلو اه لكن صفرة بسيطة جدا جدا بس مكلفنها حلو وزبطنها حلو اوكي تمام عاجب عاجبتك بقى حلوة جدا حلوة جدا حسنانوكوا بقى تجربوها هانتو كمان وتولين رأيكوا وبعدين هعرف مين شهيرة بوس بقى احنا اكلنا هنطلع فاصل ونرجع لك تاني لفقرة التخزيه بقى والرشاقة والحاجات الجميلة بعد الحاجات الجميلة هنستنياك